يواصل معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات المقام حاليا في مركز إكسبو الشارقة تحقيق نجاحات لافتة في ظل الأقبال الكبير الذي شهده الحدث في يومه الرابع حيث توافد الزوار للاستفادة من العروض المتميزة والاطلاع على أحدث خطوط الموضة من المجوهرات والساعات والألماس والمشغولات الذهبية كاميرا أخبار الدار زارت المعرض لتطلعنا على أبرز المعروضات منافسة كبيرة مليئة بروح الإبداع والتميز في عالم المجوهرات لامسناها في معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات الحدث الكبير الذي ينتظره المستهلكون والعارضون بشغف حيث تشارك فيه 300 شركة متخصصة بتصميم وصناعة المجوهرات والمشغولات الذهبية من مختلف دول العالم المعرض بالنسبة لنا يمسي إلى همية كبيرة وكان الاستعداد له مبكر جدا من كل اتجاهنا الديكور من ناحية المعرض التراث الإماراتي المنتميز به ونحن في منتجاتنا الدورة الثامنة والأربعون من المعرض شهدت مشاركة نخبة من أشهر العلامات التجارية المحلية والعالمية فيما عبر المشاركون عن فرحتهم وفخرهم بالمشاركة فيه هي أهمية مشاركتنا في المعرض اللي هو من أكبر معرض الشرق العوسط وفي منافسين كبار حوالينا والحمد لله كل معرض نحاول ننافذ نحاول نعرض مجوهراتنا كل ما للمعرض بيتطور أكثر وكل ما شاركنا فيه بيكون المردود أكثر يعني بنشكرهم على هذا المعرض ونتمنى أنه يكون دائما للأمع هذا ويقدم المعرض إلى جانب الذهب أحدث المنتجات وخطوط الموضة من المجوهرات والأحجار الكريمة واللؤلؤ والساعات المتنوعة مستقبلا زواره حتى التاسع من أكتوبر الجاري معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات تعززت أهميته على مدى الأعوام الماضية نظرا لحجم المشاركات ونموه المتصاعد والمستمر لأخبار الدار مجلس سويدي من إكسبو الشارقة